الحياة من ضمن التجربة الجميلة جدا اللي دايما بنشوفها على القناة وده حقيقة من ضمن الحاجات اللي بشجع الناس عليها هي تجربة احدى الاشخاص يسمى يوسف لأشكره جدا على تجربته في العمل في تخصص الانتاج الحيواني بيقول انا اشتغلت في هذا المجال هو مجال كويس مجال الانتاج الحيواني والناس اللي بتتخرج من كل الزراعة عادتها بتشتغل فيه لكن المشكلة في هذا التخصص ان اجازاته قليلة جدا 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 لدرجة اربعة ايام لتمنت ايام بس في الشهر وباقي الايام مقيم في المزرعة يعني مش هتعرف تنزل تاخد كورسات او تطور من نفسك ودورات تدريبية بتحبها هتبقى منعزل عن حياتك بشكل كتير اوي الاسف مشكلة الشغلانة دي بره مصودة وفقا لكلامه بالذات مش بيبقى فيه مصطلح الوظيفة ده ممكن تلاقي واحد في المانيا هو امراته بس حرفين بيديره المزرعة عشان فيه تقنيات وقالات حديثة جدا عندهم في المزرعة وكلها كمبيوترايزد يعني كلها بتستان من الكمبيوتر بقى ما فيه شو ما عادين ما بيعملوش حاجة بيديهم كتيرة انما احنا عندنا في مصر للأسف متأخرين وفيه جهل كتير لان المهندس الزراعي انتاج حيواني بالذات اكتر عن الداجين والسمكي مش مطلوب بره اوي لان بره المزارع متطورة ومش محتاجين حد زي عندنا هنا عكس مهندس زي الموالح والخضروات او الصوب الزراعية او الجودة موجودين لازم في كل حتة شكرا جزيلا ليوسف على هذه المشاركة اكتبونا فيه التعليقات لو حد عنده تجربة في هذه ايضا التخصصات يشاركنا بيها ولو حد دخل هذا المجال يترق ايه رأيكم في هذا المجال وطبعا مرة تانية نناقش بمنتهى الاحترام للجميع وبدون اي غلط ارقوكم